موسيقى وسط دعوات أكثر من 100 مليون مصري يخوض منتخبنا الوطني مباراة هامة مساء اليوم حيث يحل ضيفاً على المنتخب الكاميروني في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية يدخل منتخبنا الوطني المباراة متسلحاً بمعنويات عالية وأفضلية فنية وذلك بعدما تمكن من الإطاحة بمنتخبين كانا مرشحين للفوز بالبطولة هما كودفوار والمغرب على التوالي بينما يتسلح المنتخب الكاميروني بعاملي الأرض والجمهور الذين ساهما بشكل كبير في وصول الأسود الغير مروضة إلى هذا الدور ورغم الغيابات التي ضربت المنتخب المصري على مدار البطولة إلا أن نجوم المنتخب عاقدوا العزم على تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب القري الغائب عن الخزائن المصرية منذ العام 2010 ويفتقد الفراعنة في مواجهة اليوم خدمات كل من أكرم توفيق بعد مغادرته المعسكر إثر إصابته بقطعاً في الرباط الصليبي وأحمد حجازي الذي انتهى مشواره في البطولة بعد إصابته في العضلة الضمة وسفره إلى ألمانيا ومحمد الشناوي لإصابته في العضلة الخلفية المرة الأخيرة التي واجهة خلالها المنتخب المصري نظيره الكاميروني كانت في نهاي كأس الأمم الإفريقية 2017 وشهدت فوز الأخير بهدفين مقابل هدف ليفقد الفراعنة فرصة حصد اللقب الثامن فهل ينجح المصريون في رد الدين لمنتخب الأسود الغير مروضة؟ أم يستغل لاعب الكاميرون عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز؟ اشتركوا في القناة